هكذا اصبح الحال في حلب ثانية كبرى المدن السورية بعد ان ظلت لفترة طويلة في منع عما يدور في غيرها من المدن فقد تصدرت المدينة واجهة الاحداث بعد ان سيطر الجيش السوري الحر على عدد من المناطق والاحياء فيها مما دفع الجيش السوري لبدء هجوم مضاد لاستعادة هذه المناطق احياء حلب لم تعد كلها وفية لنظام الاسد فقد شهد حي صلاح الدين الشباكات هي الاعنف في المدينة بعد ان عزز الجيش السوري قواته هناك في محاولة لاستعادة السيطرة عليه الله اكبر سماء حلب كما ارضها لم تخل من تحليق للطائرات التي قصفت احياء بينها سيف الدولة والصاخور اما حي السكر فكانت القذائف من نصيب قاطنيه وشهد حالة نزوح كبيرة في حين دارت الشباكات في حي الحمدانية قائد المجلس العسكري لجيش السوري الحر في حلب العقيد عبدالجبار العقيد افاد ان المعركة في حلب ستكون قاسية وان الجيش السوري ينشر قوته بشكل كبير في احياء المدينة ويتحصن الجيش الحر في الاحياء الجنوبية وجنوبية الغربية للمدينة وافادت معلومات انهم لم يشنوا اي هجوم كبير منذ يومين بهدف الابقاء على ذخائرهم مدينة حلب التي خطفت الابصار في الايام الاخيرة والتي يحاول جيش السوري استعادتها مستخدما كل قوته يبدو انها ستكون حسبا متابعين نقطة تحول وحسم حسم طال انتظاره من الجانبين ويبدو ان عنوانه سيكون معركة الشهبا اشتركوا في القناة